إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة يفيد التلاميذ في جميع الأطوار في الإعراب إذن هناك ثلاثة أنواع للحروف هناك حروف تدخل على الأسماء فقط هناك حروف تدخل على الأفعال فقط وهناك حروف تدخل على الأسماء والأفعال بالنسبة للنوع الأول من الأحرف الذي يدخل على الأسماء فقط مثل حروف الجر وهي حروف تجر الإسم الذي يأتي بعدها وهي من إلى عن على في بي اللام الكاف ربا منذ والقسم وتاء القسم وأمثلتها كثيرة مثل الطلاب في الجمع إذن هذه الحروف تدخل على الأسماء فقط هذه الحروف الجر لا تدخل على الأفعال النوع الثاني من الحروف تلك الحروف التي تدخل على الأفعال مثل حروف الجزم التي تجزم الفعل المضارعة وحروف النصب التي تنصب الفعل المضارعة مثال ذلك قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا إذن إن جازمة ولم نافية إذن إن حرف جزم وشرط ولم حرف نفي وجزم تفعلوا فعل المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة لاحظ الكلمة إذن لن تفعلوا إذن لن حرف نصب ونفي تفعل فعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة إذن تلاحظون أن هناك بعض الحروف تدخل على الأفعال فقط وهناك نوع ثالث وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال مثل حروف العطف لاحظ مثلا زيد يعمل ويطالع إذن حروف العطف هنا دخلت على الفعل يعمل ويطالع إذن يطالع فعل مضارع دخلت عليه الواو إذن هنا هذه الواو دخلت على الفعل صالح وخالد طالبان مجتهدان إذن كما أن الواو دخلت على الفعل يطالع فإنها دخلت على الاسم خالد إذن تلاحظون أن حرف العطف هذا الواو هنا دخل على الفعل كما دخل على الاسم أيضا حرفي الاستفهام هما حرفان هل والهمزة مثل هل زيد قائم إذن هل دخلت على اسم وهو زيد ويمكن أن تدخل على فعل فنقول هل ركبت السيارة أم الحافلة إذن تلاحظون هل تدخل على الاسم كما تدخل على الفعل أيضا الهمزة في مثل أأخوك مسافر أأخوك مسافر إذن كما دخلت على الاسم فيمكن أن تدخل على الفعل فنقول مثلا أشاربت الحليبة أشاربت الحليبة إذن هذا هو الدرس للحروف وأنواعها إذن نلتقي في تسجيل آخر لا تنسوا الاشتراك والإعجابة بهذا التسجيل وغيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة